طلابي يعطيك الصحة والعافية نستكمل مادة الفرح والتأسيس القوي اللي راح نبني عليه إن شاء الله منهاج كامل فصل أول وفصل دراسي ثاني حصة اليوم بالنسبة لي هي بعتبرها أهم حصة في التأسيس وهي التحليل لأنه كل إشي بيعتمد بالمنهاج يعتبر تكون التحليل خطوة من ضمن حل سؤال إن كان في الوحدة الأولى أو في الوحدة الثانية أو الثالثة أو حتى الفصل الثاني يا أخي أنا هذا شايفه طلعوا أنتم معاه شايفينه كأنه بيشبهني صح يلا نعدي بسم الله الرحمن الرحيم دائما وأبدا طبعا هؤلاء بإمكانك تفوت مباشرة على جميع حساباتي من اليوتيوب والفيسبوك والإنستجرام إلى آخرين تمام دائما لازم يكون عندنا محفز وهي قصص النجاح بتمنى تكون أنت أو أنت إن شاء الله من ضمن قصص النجاح وإن شاء الله ونشوفكم من ضمن أوائل المملكة دائما لازم نبلش في قصص النجاح حتى يعطينا حافز نبذل كل جهدنا وكل قوتنا بإذن واحد أحد هون إحنا أستاذي خلصنا العمليات الحسابية من جمع من طرح من ضرب من قسمة إن كانت أعداد صحيحة أو كسر بس ومقام أو بفاصلة عشرية وهون ضروري جدا يا أستاذي العزيز يرضى عليك وطول في أمرك إذا حصل إيه آه ماشي يا أحمد ماشي نعيد مرة ثانية هون بالنسبة للجدول اللي وردتك ويا ضروري جدا نكون حافظين لأنه بلزمنا الحمد للفتح عليه مباشرة بلزمنا تمام لا التحليل إن كان فرق بين مربعين فرق بين مكعبين مجموعة مكعبين وهذول ضروري جدا تكون حافظينه أدربناكم على اللي هو كيف تتعامل مع مربعات الأعداد ومكعبات الأعداد الآن بدنا ننطلق في أهم جزء معنا في التحليل وهو تحليل فرق بين مربعين تحليل عبارة تربعية ثلاثية فرق بين مكعبين مجموعة مكعبين والعامل المشترك التحليل هو وتد وتد التأسيس يعني أساس أساس التحليل وهو التحليل أساس أساس التحليل أساس الأساس وأساس التأسيس هو التحليل إذا بننا التحليل صح واشتغلنا على التحليل صح أمورنا بإذن الله طيبة نقول بسم الله زي ما أقول لك في صد الملاعب مصطفى الآغة أربطوا الأحزمة خلينا ننطلق بسرعة الفرق بسم الله بالبداية بالبداية رح نبلش بما يسمى الفرق بين مربعين طب في واحد بيجي يسأل سؤال يا أستاذ خالد شي يعني تحليل آه التحليل هو تغيير من شكل إلى شكل معلم الحاضر على القيمة هاي معنى كلمة التحليل يعني أنا معاي 20 دينار ورقة واحدة الآن أنا بدي أحللها شي يعني كلمة بدي أحللها بدي أغير شكلها بس أحافظ على قيمة مين إلى 20 ممكن أعملها 10 أهوكي الشكل المختلف بس شو القيمة 20 ممكن أعملها 10 بـ 5 نعم الشكل المختلف لكن شو القيمة 20 هاي فكرة مين التحليل إني أغير من شكل إلى شكل مع المحافظة على القيمة بالبداية كي بيقولون أستاذ خالد أستاذ أوز أستاذ أحمد الصالح أستاذ فلان أستاذ فلان أستاذ فلان بميزه من وين بميزه من الشكل نفس المبدأ الآن أنا يا أستاذ العزيز بدي أميز التحليل أول نمط وهو الفرق بين مربعين اللي هو كم شكل شكلين الشكل الأول طالعوا معاي قال لحوان X تربيع ركزده على كلمة إيش على كلمة ناقص X تربيع ناقص عدد X تربيع ناقص عدد مرة ثانية X تربيع ناقص إيش عدد أو عدد ناقص X تربيع إذن شو شكل فرق بين مربعين بعد ما علمتك كيف تحلل شو شكل الفرق بين مربعين X تربيع ناقص عدد أو عدد ناقص من X تربيع هذا هو الشكل الأول شكل رقم إيش واحد هذا ماسميه الشكل الأول وهو الفرق بين مربعين بجيني X تربيع ركز على العملية أهم شيء شو تكون ناقص شو تكون ناقص مش زاداد بعدها متكلم على X تربيع ناقص عدد أو عدد ناقص من X تربيع الآن النمط الثاني وهو هذا الشكل متقدم اللي هو QoS تربيع ناقص عدد شو حكينا QoS تربيع ناقص عدد بغض النظر شو مكتوب جواه و QoS أو عدد ناقص قوس تربيع إذن شو الشكل الثاني قوس تربيع بغض النظر شو جوه القوس ناقص عدد أو عدد ناقص قوس تربيع هذا شو بنسميه كله يدعى أو يسمى الفرق بين مربعين الآن نقول بسم الله وعلى بركة الله ننطلق في تحليل الفرق بين مربعين قول يا رب تعال نشوف مع بعض طلحون الأمثلة كأمثلة مثال الأول طبعا ما دقى أحلل X تربيع ناقص 9 طلحون X تربيع ناقص عدد X تربيع ناقص عدد تمام X تربيع ناقص عدد X تربيع ناقص عدد عدد ناقص X تربيع عدد ناقص X تربيع تمام عدد ناقص X تربيع عدد ناقص X تربيع هذا مكرر المثال أوكي تمام قوس تربيع ناقص عدد قوس تربيع ناقص عدد قوس تربيع ناقص عدد هذا كله إيش نسميه الفرق بين مربعين نعم يارى نيجي الان مع بعض الفرق بين وربعين لما اشوفه بفتح ايش حسين احلى حسين واحد اثنين طالما معي شو هاي اكس تربيع بالعربي امسح العس غطع العس شو بيظل تكتبهون اكس باكس جميل اكس تربيع امسح العس شو بظل اكس تحطوا الاكس الاولى بالقوس الاول والاكس الثاني بالقوس الثاني طالما اكس تربيع من اجد اكس باكس يعني شو بتسوي نضطينا على العس نضطينا شو ظل اكس احط اكس وان و اكس وان طالما الاشارات مدام فرق بين مربعين قوس موجب و قوس سالب طب يا اصلاد خالف اكتب الاشارات لا انت عاكسها حطهم سالب حطهم ايش موجب كون لا تحتار طالما معي ما تفكر كثير نهائيا على جمب شافين هذا العدد قلوا على جمب بس قل لي على جمب شو تكتعمل فيه ولا اشي تفهم انوية خذ جدر التربيعي وان رجعتك الحصالي قبل شو جدر التربيعي الى التسعة كم ثلاث شكرا الي يعطيني العافية انتهى المثال هاي فكرة تحليل الفرق بين مربعين يلا معاي المثال البعض اكس تربيع ناقص 25 اه اكس تربيع ناقص عدد اكس تربيع ناقص ايش عدد يدعى او يسمى الفرق بين مربعين واحد اثنين تمام بنيجى على هاي اكس تربيع قطال قطالي قطيق على مين قو اثنين انساها شو بظال اكس مرة اكس هون مرة اكس هون قوس موجب وقوس ايش سالب انا هونش عملت موجب لها هون حد عمله هاي سالب وهي ايش موجب الاشارة ما بتفرق اكتبوه هون او هون في الخطو البعدة بروع الرقم هذا الرقم على جنب وعطوا تحت الجذر ومدام X تربيعي بأخذ جذره التربيعي طلع تكعيب بعدين مدام X تربيعي هون بأخذ مين بأخذ الجذر التربيعي شو جذر التربيعي للخمسة والعشرين الأصول ونكون حافظين اللي هي قديش خمسة فنكون تحقي لX ناقص خمسة وX زائد خمسة هاي المسألة الثانية ان شاء الله انتهى يلا على البعض هل تكون ايش طلع X ايش تربيع اذا ما اخذ ماشي شغلات زي هيك اوكي طلع X تربيع ناقص 36 X تربيع ناقص ايش 36 عندي X تربيع ناقص عدد X تربيع ناقص ايش عدد يدعى او نسمى الفرق بين مربعين زي الاسد زي ايش زي الاسد قوس بقوس شو بنسوي يا حلوين نغير اللون اوكي غطي على الوس خلص امسحه شو بظل هون X ب X الاشارات بكيفك مره بموجب مره ايش سالب او مره سالب مره ايش موجب من ايجي انا وياك وين على الرقم ناقصه على جم اذا 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 اوكي هاي الرقم شو ستة وثلاثين ناخد الجذر التربيع له شو العدد اللي راح اضربه في نفسه بعطينه ستة وثلاثين اكيد الرقم ستة شكرا اليك يعطيك العافية هاي انتهت المسألة وانتقل الى مسألة ثانية X تربيع ناقص عدد شو عكيت انا X تربيع ناقص عدد X تربيع ناقص ايش عدد يدعى او يسمى الفرق بين مربعين قوس ستة جميل هون نغير المسألة شو هاي X تربيع امسحها X X جميل الان بالنسبة للاشارات هون سالب هون موجب ما بتفرك في قوس في شرط سالب وفي قوس وش في شرط ايش موجب هذا بشي يسمى الفرق بين مربعين ناخد العدد بتوكل 64 المرة الماضية بتخور ليش بتخور في عزازنا لان الاربع وستين هي مربع لعدد ومكعب لعدد تاني هاي الجذر التربيعي للاربع وستين طلع مربع مين ثمانية مكعب مين اربعة هذا يدير بالك من الرقم خطير اذا هون جذر تربيعي بيكون ثمانية بي ثمانية وهي المسألة بلاء يعطيك العافية في امان امان الله شكرا لما تكون تلون وتكتك تطلع اشي بخامة يعني يعطيك الان انا قلتلك النمط الاول كم شكل عندي شكلين اكس تربيع ناقص عدد المرة انا قاعد بالدعكس عدد ناقص مين اكس تربيع عدد ناقص مين اكس تربيع استاذ طلع حول لما بلشت بالعدد كان بدايتي اسف لما بلشت بال اكس كانت بدايتي اكس بلشت بال اكس شو كانت بدايتي اكس الان شو بدايتنا طلع شو بدايتنا عدد اوكي بدايتنا عدد اذا بداية القوس في عدد شو بداية القوس في عدد يلا واحد اثنين هون بتفرق معي بالتحليل عشان اختصارات اما بحل معدد اعتقد ما بتفرق كتير بعدين ما دردك احل معدد بعدين تمام الان شو بلشنا بلشنا بعدد اوكي نمسك العدد على جنب منوقد جذره ما هو الجذر التربيه على ستة وثلاثين ستة اذا انهم بدأ بلش ستة ستة ما منوقد اكتب اكس غلط مدام بلش بعدد بتبلش بعدد بلش بأكس بتبلش بمين بأكس تمام اذا اون ناقص زائد حلو مدام عندي اكس بس امسح قوتها طيرها شو بظل اكس بأكس بأكس ستة ناقص اكس وستة زائد اكس يلا ساعدوني عدد ناقص اكس تربيه قوس بقوس اوكي شو بلشت بعدد بمسك العدد على جنب منوقد جذره لماذا جذر التربيه لنها قوة اثنين فهي خمسة وعشرين شو جذرها خمسة يعني هون خمسة هون ايش خمسة تمام مرة موجب ومرة ايش سالب يعني ما بتفرك الان اكس تربيه امسح القوس شو بظل عندك اكس اكس اذا شو تحليل هاي خمسة زائد اكس في خمسة زائد اكس في خمسة ناقص اكس اكس يلا على بعده طبعا هاي ايش مكرر يعني في ايش الى زائد اه اقولك استغطيكوا انا ميزان ماندي ماشي يلو شو عندي مية ناقص اكس تربيه مية ناقص ايش اكس تربيه مية ناقص اكس تربيه عدد ناقص اكس تربيه شو مسميه فرقبين مربعين قوس بقوس نحن مدان بلشت بعدد اوكي هاي العدد ايه يا رب هاي العدد صح ناخد جذره على جنب جذره بمية كم عشرة اذا هون عشرة وهون عشرة بالنسبة لاشارات ما بتفرك مرة موجبه مرة ايش سالب اكس تربيه نقطع لوس اكس باكس هيك بنكون حللنا الفرق بين مربعين بدل اني مسحتو بنعطيكو سؤال مية واربع واربين ناقص اكس تربيه بترك هدول ياليت تكون حافظين تمام؟ ياليت تكون حافظين اللي هو اتناعش تعبر يكون كاتبينه هون؟ اعتقد احنا مش وصلين اتناعش اوكي اني انا مش متذكر اني مش وصل اتناعش لا احنا وصلنا بجدولنا لوين؟ الى العشرة كتربيه تربيه مع ذلك احفظوا لي ايا مية واربع واربعين هو مربع الاثناش يعني اتناعش تربيه مية واربع واربعين ومية وواحد وعشرين هو مربع الرقم احد عشرين هؤلاء من استخدام الان وسهل حافظين نرجع يا سلام عدد ناقص اكس تربيه قوس بقوس بلشنا بعدد؟ اهوكي يلا شو العدد؟ مية واربع واربين صح؟ لو كنت جذره ياريت كن حافظينه قديش؟ اطناعش يعني اطناعش هون و اطناعش هون مدام بلشت بعدد؟ اذا بداية القوس عدد بلشت برمز بداية القوس ايش؟ رمز تمام؟ مره ناقص مره ايش؟ زائد اكس تربيه امسح الوس اكس ب اكس هيك بنكون حللنا الفرق بين مربعين انتهينا من ايش؟ من نمط الفرق بين مربعين نشوف شو فيه؟ يلا معاي شو مخبيلكو؟ اه يا السلام هون بدنا انمخمخ وعلى مهنة وشوي شوي قوس تربيه ناقص عدد قوس تربيه ناقص عدد نفس المبدأ نفس ايش؟ نفس المبدأ جميع شو المبدأ يا أستاذ خالد؟ هم؟ ايدا؟ يا السلام مولك يا السلام يا السلام قدي ايه؟ حلو الغرام ماشي شو هون عندك؟ قوس فكز معي قوس ايش؟ تربيه امسح الوس يعني هي غطي على الوس صح؟ غطي عليها لما غطي على الوس شو يظل هون؟ اكس زائل ثلاث بنسخ 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 الجوه القوس لما عندي قوس تربيه امسح الوس شو ظل عندك جوه القوس؟ اكس زائل ثلاث تنسخ مرة هون ومرة هون اذا قوس تربيه قوس تربيه امسح الوس هاي مسحناها شو ظل عندك جوه القوس؟ اكس زائل ثلاث هون تكتب اكس زائل ثلاث وهون تكتب اكس زائل ثلاث جميل الان مرة موجب ومرة ايش؟ سالب بالنسبة للعدد زي ما اتكلمنا سابقاً خذ لي على جمع شو العدد عندي هون؟ تسعة واربعين حلو شو الجذره؟ سبعة اذا سبعة هون وسبعة هون انا الان بالنسبة لي كتحليل انتهى ركز معاي كتحليل انتهى تماماً ما اضل عندي مشكلة بالتحليل انا صف حاجة اسمها تجميع انا حلالك خلاص تمام؟ اه حلالك في حاجة اسمها تجميع شو تجميع؟ مين اتكرر؟ الاكس في غيرها؟ لا بصول تكرر الالقام بجمع الالقام ونرجعنا على بداية التأسيس هاي اكس رجعت انا اياكوا عبدات التأسيس هون يا حلوين يلا ساعدوني في عندي رقمين ثلاث وعندي ايش؟ السبعة حلو الان الرقم ثلاث شو شارته؟ موجب والرقم سبعة شو شارته؟ موجب بس الحالي سؤال هيك متى باجمع؟ اذا كان الرقمان موجبان اجمع اذا كان الرقمان سالبان برضو اجمع موجبان اجمع سالبان اجمع طب واحد موجب ثاني سالب اطرح هون الرقم الاول موجب والثاني موجب اجمع ثلاث زائد سبعة كم؟ من عشرة كدش اوستاذ خالد؟ عشرة شارت رقمين موجبات؟ بجمع ونتيجة موجب هذا القوس الاول نيجي على القوس الثاني جميل الاكس هاي في غيرها؟ لا عندي ارقام عندي هذا الرقم وهذا الرقم حلو يلا شوفوا لي هون الثلاث شو اشارته؟ موجب والسبعة شو شارتها؟ سالب زي بعض؟ اذا زي بعض اجمع لا موجب زي بعض مدام موجب زي بعض اطرح شو التفاق لان اطرح؟ بنسى الاشارات قلنا دي بالفاين وكبو بزبالة اوكي من الكبير؟ سبعة من صغير؟ ثلاث سبعة شيل منها ثلاث قديش؟ أربعة واشارة الرقم الاكبر من الاكبر؟ انسى الاشارات ثلاثة للسبعة السبعة شو اشارته؟ سالب هيك بتكون هاي المسألة ان شاء الله انتهت اذا شو التحليل النهائي؟ اكس زائد عشرة في اكس ناقص اربعة انا مش حالا حابة تكونوا معاي ووضح الكوية اول باول يلا على المثال بعد يلا يا حلوين الان اها اكس زائد اربعة الكل تربيع ناقص خمس وعشرين قوس تربيع ناقص عدد قوس تربيع ناقص عدد هذا شكل غير مباشر او شكل متقدم للفرق من المربعين اذا طريقة ثانية اه نفكر القوس بس انتو الادب بتفكر القوس بطريقة جهنمية جهنمية دمار دمار ودمار ودمار ايش؟ شامل عشان ايك بدي اهدى شو بدأ نعمل يا عزازم هون؟ ما بدأ فكرة القوس انا عارف قوس تربيع ناقص عدد فرق بين مربعين تمام؟ شايفين القوس؟ غطع الاس انساه شو مكتوب جوا؟ شو مكتوب جوا القوس؟ ايش حلو يا شكل ها؟ مكتوب جوا القوس ايش؟ ايوه سمعوني اكس زائد اربع انسخ نسخ مرة في القوس الاول مرة بالقوس نسخ لا تلعب الاشارة جوا القوس يمسك القوس الجواته ونزله بالقوس الاول ونزله وين؟ بالقوس الثاني تمام؟ مرة موجب ومرة سالب ما بتفريقون نفس الاشارات؟ نفس المبدأ ومن الروح صحيح حلوين؟ على العدد؟ شو ما نسوه فيه؟ ايش فهم؟ معاه على جم ناخده جذره كم جذره؟ خمسة اذا هون خمسة هون ايش؟ خمسة تمام؟ الان انا كتحقية خلصت الان بعد ذلك اسمه تجميع اذا وجد اكثر من اكس ماشي؟ اكثر من عدد ومنبلش نجمع كيف نجمع؟ يا رب هاي القوس الاول هاي غيرها؟ في غيرها؟ لا نمسك الرقم الاول مع اشارته والرقم الثاني مع اشارته الرقم الاول اشارته موجب والرقم الثاني شو اشارته سالب؟ هل الرقمان متشابهان بالاشارة؟ لا مدام مش متشابهان بالاشارة هون بدي اطرح كلمة بدي اطرح بانسى الاشارات مين الكبير؟ خمسة مين صغير؟ أربعة خمسة شي منها أربعة قديش؟ واحد وإشارة الرقم الأكبر من الكبير خمسة شو اشارته؟ سالب اذا هاي معنى اكس ناقص كم؟ واحد اخلصت من القوس الاول نجي الان ننتقل وين؟ على القوس الثاني هاي الاكس في غيرها؟ لا لا في عندي ارقام؟ اه فيه عندي هاي شعر فلاش في طلب النار؟ هاي واحد هاي اثنين الان الاربعة شو اشارتها؟ موجب والخمسة شو اشارتها؟ موجب يعني الرقمين موجبات مجمع صح؟ شو مجموحهم؟ تسعة بس شو الاشارة؟ موجب رقمان موجبان بجمع ونتيجة موجب رقمان سالبان بجمع ونتيجة سالب اذا هاي المسألة كمان ان شاء الله بتكون انتهت تماما يلا على البعدها؟ ان شاء الله ماهي يلا بسم الله اقول لك هاي واجب خلاص كبرك 07 تسعة سبعة سبعة نين واحد أربعة تسعة تبعت ليها مباشرة فيلك هدية مساء هدية سريعة الان بدنا اخذ السؤال مساء الله انته كل الأقواس نختارهم جوب والقوس موجب صح؟ تعال نختار جوب والقوس سالب معاي؟ اكيد معاي يلا يلا يا حلوين بسم الله واحد بسمين عرفنا اللعبة صح؟ بننسخ نسخ شو حكينا؟ انسخ نسخ انسى القوة كبهة اكس ناقص ثلاث اكس ناقص كم؟ ثلاث ها نسخنا مره موجب ومره ايش؟ سالب نتفاهم مع مين؟ مع الرقم شو الرقمنا؟ ستتاش على جم ناخذ جدره كم جدره؟ أربعة اذا هون أربعة هون كم؟ أربعة تمام الآن بدنا نرتب شو مكتب جوه الأكواس؟ يا عرف هاي الاكس مش غيرها؟ بماشي هون طالع معاي سالب ثلاث وهون موجب أربعة هل الرقمان نفس الإشارة؟ لا اذا اطرح مين الكبير؟ أربعة مين صغير ثلاث أربعة ناقص ثلاث قديش؟ واحد إشارة الرقم الأكبر إذا هم موجب واحد جميل يلا هاي اكس بماشي عنا رقمين الرقم الأول الرقم الثاني طلعوا على الإشارات متشابيات ولا مختلفات؟ متشابيات يعني اجمع اجمعون إياهم سبعة قلنا إذا كان الرقمان موجبان اجمعوا النتيجة موجب الرقمان سالبان اجمعوا نتيجة سالب الرقمان سالبان إذن شو تحليلها؟ اكس زائد واحد في اكس ناقص سبعة دائما بماشيات رب العالمين انت مع العزاز ما بإذن الله بأمان ليش هاي بحب أن أحكي الجملة هاي؟ أستاذ أذا عميت في الدرس معاي؟ الحمد لله خبرتني طويلة جداً إن كان بالتدريس أو بالتصحيح أي سؤال بكتول ببالك؟ أنا بسأله لنفسي وبجاوبه قبل ما أنت تسألني ترفض معاي؟ حط إيديك ورجليك بموي بارد النجاح موجود بس نفكر أنا قاعد يشتغل معاك كيف نجيب علامة كاملة أو معدل عالي كل واحد طبعاً حسب إيش؟ قدراته اللي طموحه معدل كامل أنا بظهره اللي طموحه نجيب علامة عالي أنا بظهره بس اللي طموحي نجح بس لا بدك تسر رأسه لنجيب علامة عالي لأنه نجح بإذن الله تحصل حصل بإذن الله تكون علامتنا في الرياضيات على الشهادة أفتخر فيها اليوم الدين لشأننا نقرأ لما تتجوزوا نقولوا لا تكون تعالوا شوفوا علامتنا بالرياضيات ليش ما بتدرسوه؟ قتلتوا عليهم ها؟ أوكي شو فيه هون؟ آه في عندنا ملاحظة خطيرة شو دك تعمل يا أول عزيزي؟ هون جماعة الهبد يلا أشوفي حلوين؟ أوكي وعندي هون؟ يلا أشوفي يلا الهبيدة اه بد؟ اه بد؟ حللولي X تربيع زائد 36 حللولي 16 زائد X تربيع حللولي X بناقص 7 لكل تربيع زائد 9 الكل ما شاء الله فيكم فتح خسين يا شمادة أفلا زازفية قلنا شكل الفرق بين مربعين ايش هو الحلوين؟ ايش يا نانسي؟ شو شكل الفرق بين مربعين؟ ها؟ مش ته بده زي خليل خليل أخوك طبعا اه ايش حاج يا نانسي؟ شكل الفرق بين مربعين؟ نسينا اه انا ذاكرت نزا بقوله للأدبي ذاكرت سمكة أوكي شو شكلها؟ X تربيع ناقص ناقص عدد أو عدد ناقص مين؟ X تربيع X تربيع ناقص عدد أو عدد ناقص ايش؟ X تربيع هل هدون؟ يا حلوين؟ على شكل X تربيع ناقص عدد أو عدد ناقص X تربيع X تربيع X تربيع ناقص عدد أو عدد ناقص X تربيع يقولك never 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 مستعيه ما فيه؟ شو البملاحظة يحكيني ايها؟ طلع X تربيع زائد عدد موجب أو عدد موجب زائد X تربيع نفس المبدأ على القوس عدد موجب زائد قوس تربيع أو عازمة اس lithium لا يحلل شو ما له؟ لا يحلل X تربيع زائد عدد موجب عدد موجب زائد X تربيع قوس تربيع زائد عدد موجب عدد موجب زائد Q ستربيع لا يحلل لا يحلل لا يحلل لا مش عارف هي نسموها اللا الناهية ولا النافية نصة عربي من شنو نصة عربي هون خلي جواباني إذن X تربيع زائد عدد موجب عدد موجب زائد X تربيع X تربيع زائد عدد موجب شو مالو لا يحلل أبدا فدير بالك من هاي كذلك خد بالك من عيالك خد بالك من ايش من عيالك شو مخبينه واني عزازما آها هدية تعودتوا علي صاح هاي هدية مع عزاز اسمي انتوا حافظين رقم صاح طبعا الطلاب الحابين نضموا معانا على قروبات واتسط أهلا وسهلا فيهم هاي رقمي بحسولة أنا بضيفهم الآن أول مثال طبعا كل تحليل X تربيع ناقص واحد X تربيع ناقص ستة وثلاثين X تربيع ناقص مية واحد وعشرين بلتوكو هايش نساعدكم جذرها 11 12 144 حكينا عنها جذرها 12 أوكي عشان ما تهبت 144 ناقص X تربيع 9 ناقص مين X تربيع خلت لقطة أوكي قوس تربيع ناقص عدد X ناقص ستة كل تربيع ناقص مية واحد وعشرين X زاد 2 كل تربيع ناقص 64 8 X تربيع زاعد 9 100 زاعد مين X تربيع تبعتولي ايها المرة ثانية اكتب الرقم 07 9 7 7 2 1 4 9 9 في انتظار تبعتولي اجاباتكو حتى نقيم مستوانا في القسم الاول من التحليل وهو الفرق بين مربعين وهيك بنكون انتهينا ان شاء الله من الفرق بين مربعين عشان ننتقل الى عبارة اخرى لان ننتقل الى القسم الثاني من التحليل وهو تحليل العبارة التربيعية اثنى طب الماضي هل هي عبارة التربيعية؟ نعم بس هذيك اله اسم خاص فيها كم انا نقولك مثلا انتو هون توجيه ادبي الف توجيه ادبي باء الصفة نفسها انك توجيه بس الشعب شمالة بتختلف والصف بتختلف والطلاب بتختلفوا بنفس المبدو هون انا بتكلم عن عبارة تربيعية ايش؟ ثلاثية شو عنا نوصرها؟ بدي يكون عندك X تربيع بدي يكون عندك X بدي يكون عندك عدد بدون X بدي يكون عندك طلع ثلاثية يعني عندي واحد ثلاثة ثلاثة عناصر هناك عندي كم عنصر؟ عنصرين X تربيع والاشارة ثابتة دائما ناقص وعدد او عدد الاشارة ثابتة ناقص او عندي ايش؟ X تربيع هون لدي يكون عندك ثلاثة عناصر X تربيع وعندي العنصر الثاني X والعنصر الثالث ايش؟ العدد هيتدعى أو تسمى العبارة التربيعية الثلاثية برضو منفتح ايش؟ قسين شوف معي مثال خلين نحلل انوياك X تربيع ناقص 5X زائد كم ستة بقولك لكل شيخ طريقة انا بحب اعطيك طريقة بسيطة جدا ومشي معاي وراح تشوف الامور بإذن الله سهلة نفتح قسين احلى قسين لا سهل شوف معي شو هاي X تربيع هبار عن X بX انا بهمني بصراحة اني وين ارش اشارات ركز معاي وين ارش انا وياك ايش اشارات وين الاشارة الموجب وين الاشارة سالب هل ستنتين موجبات هل ستنتين سالبات واحد موجب بعد ايش سالب الفرق بين المربعين متفق عليه تماما شو هو ما تفق عليه تماما انه يا أستاذ العزيز يطول عمرك ويرضى عليك انه دائما قس موجب وقس ايش سالب بالفرق بين مربعين هون لا بالثلاثين اول اشي بتروح تنسخ بنسخ شايفين هاي انسخها نسخ اما اشارة القوس البعد لا لا عمزاجي وعلى عمزاجك بتضرب هاي فيها ضرب اشارات هون دلاتهم ضرب ومضرب ايش اشارات يلا اشارتان زي بعض لا فساعد الان بدي عددين بعد ما رتبنا كل امورنا بدي عددين حاصل ضربهما مين الرقم الحال دون الاكس من هو الستة انسى الاشارات بناش انا قدامي كستة قدامي خيارين اما ستة بواحد او ثلاث باثنين ما قررت انا الان انا ما قررت قدامي كم خيار خيارين ستة بواحد وثلاث باثنين تمام انا حاب اجرب الستة بالواحد ماشي الان طريقة الان ادربك عليها وحاب امشي معي فيها ارمي العدد الكبير على القوس الاول ارمي العدد مين الكبير على القوس واحد الان كيف تتأكد انه صح او خطأ سالب خمس اكس جاي جاي اكس سالب ستة وسالب واحد النتيجة سالب سبعة هل هاي سالب سبعة فكز معي هل هاي سالب سبعة لا اذا هذول العددين مية بالمية غلط لان انا في الاخير لان باجمع العدد الاول مع العدد الثاني لازم يعطيني العدد الودام الاكس العدده قدام ايش الاكس اذا اختياراتي غلط نمسحهم اذا مسحناهم مين دي اختاري الآن ثلاث ثلاث واثنين مين الكبير ثلاث مين صغير ثلاث تعالي اتأكد سالب ثلاث وعندي ناقص اثنين عددين سالبات نعم شو نتيجة سالب خمسة وهاي سالب خمسة اعتمد تمت العملية بنجاح شكرا تمام كمان سؤال يلا السؤال البعض اكس تربيع بمزائد 7 اكس زائد 12 عندي اكس تربيع واكس وعدد اكس تربيع واكس وايش وعدد زي الاسد قوس بقوس 12 يا رب الاكس تربيع معناها اكس باكس هون الاشارة انسخ انسخ مين هاي هاي انسخ انسخها يلا طبعا انا قاعد اشتغل معاكو اشا تكونوا بالصورة انه العدد وقدام الاكس تربيع قديش واحد مش واحد خلوه بس شوي شوي قبل ما نتمكن انه معامل الاكس تربيع قديش واحد غير واحد بعدين ماشي هون الاشارة اضرب هون الاشارة انسخ وهون شو الاشارة اضرب اضرب مين في مين هاي في هاي هاي موجب هاي موجب جاي بعض موجب نعم الان ومنا نروح لو اياك بنروح على العدد شو العدد هون ليش بتغالط ما هاي هو اطناش انسى الاشارة اطناش هاي اطناش شو عندي خيارات عندي الخيار الاول هو اطناش في واحد الخيار الثاني ثلاث واربعة الخيار الثالث ستة واثنين الان هنقع بدربك نتعلم لانه كان ناخدين المعلوم لاول مرة هاي مرت معاك اول مرة سالسامن وانعادت بالتاسع وتلقائيا صارت معاك بالعاشر او الثانوي كل هذال تصوف انتوا اكيد اكيد ما درستوها بحظ يلا حلوية من نجرب شو تختار اطناش وش تختار واحد الاثناش موجب والواحد موجب النتيجة موجب ثلاثة عشر هل هي ثلاثتعش لا اذا اختياري غلط امسح اذا اختياري مية بالمية هاي غلط يلا بدنا نشيب مين اسا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد اللي هو الثلاثة والأربعة من الكبير اربعة من صغير ثلاث يلا اربعة زاد كم ثلاث شو النتيجة موجب سبعة وغل موجب سبعة اذا كب وبتصب تمت اذا تكمش ولو اجي تجربت ستة باثنين راح تفشل لانه موجب ستة موجب اثنين بعضين موجب ثمانية اذا تحليلي هو اكس زاد اربعة في اكس زاد ايش ثلاث اذا اشارات انسق اضرب 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 مين في النص في الأخير تمام تمام مركة الله عندي عناصر اكس تربيع اكس وعدد اكس تربيع و اكس وعدد جميل شو عندي اكس تربيع و اكس وعدد اسم عبارة تربيعية ثلاثية ولا ثلاثية و كيف قلت ثلاثية الأبعاد حاسوب يا أستاذ اوكي يلا معاي معاي الاكس تربيع معنا اكس ب اكس ماشي ماشي شو قلنا هاي الاشارة انسخ نسخ الوسط يعني الاشارة اضرب انسخ اضرب تمام انسخ مية هاي هاي نسخ نسخ ليه هون سالف هاي مش على مزاجي اضرب هاي في هاي هاي في هاي سالف وموجب سالف وموجب شباطيني سالف حلو وانا الروح انو ياكلان على العدد وانا العدد لو رقم اثنين هاي اثنين الاثنين ما فيه قدامي الا اثنين وواحد اصلا ما فيه عددين حاضر وم اثنين ما فيه قدامي الا اثنين وايش وواحد مين الكبير اثنين ارمي ليه هون مين صغير واحد تعني نتأكد سالف اثنين سالف واحد النتيجة كم سالف ثلاث هاي سالف ثلاث نعم سالف معكم زي شعروا انتهت اذا هاي عبارة عن اكس ناقص اثنين في اكس ناقص واحد نكمل نكمل بدأ اعطيكوا سؤال واشوف انت كيف بتجاوبوا معي هذا السؤال بل شو اللي فيه وبدأ قارن حلي بحلك واكيد انا واثق فيك انك هتجاوبوا قبلي صح واذا امانة طال حلك صح نزلي اياه تقضى بالمقطع نزليه على جروبه على الفيسبوك وصلاة خذ العزازة وقالي والله حليته بدون معه واذا غلب نزله كمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة